بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على حبيبنا محمد وعنى السبس المسلمة من جملة أمراض القلوب الخطيرة التي تمحق الأعمال الصالحة فقد ذكرنا الكبرى وذكرنا الحسد الآن شاء الله تبارك وتعالى يا الله المعصير الثالث الذي يأصل الشرور بعد الكبر الذي أخرج إبليس من الجنة وطرده ملعوني لوم القيامة والحسد الذي فعله قابل وجعله يتحمل كل كفل دم يسفك في الأرض هناك ذنب آخر لك يسميه وأصل الذنب اسمه الحرص يا الله شكول لدارها؟ آدم قال الله له كل من الجنة ما تشعر إلا يعني الحالة الكثير إلا هذه الشجرة فيأتي إبليس عدو الله فيقول لهم هل أذلكم على شجرة الخلد وملك اللي لا يبلغ خاطبهم في مسألة يحبها الإنسان الخلود في الدنيا والتملك فهذه الشجرة التي منعت منها يعني يكذب يكذب عدو الله قاسمهما هما لم يكونوا يتصورون أن يوجد مخلوق والعياذ بالله عبد من عبد الله يقسم كاذبا وقاسمهما إنك إني لكمان من النصر مساكن في غفلة فنسي آدم ولم نجد له عزمة وخاطبهم من خلال ما تحبه الأنفس الخلود والتملك فأكل منها نسيا فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وكان بسبب هذه المعصية أن أنزل إلى الجنة وأنزل معهم الشيطان وبدأت رحلة الإنسان في الأرض رحلة مجاهدة الشيطان أتطيع الشيطان أم تطيع الرحمن وتتوب إلى مولاك الواحد الديان الحرص يقول إبليس ينصح أحد الأنبياء لا تتكبر فبالكبر جعل رجيما ولا تحسد فبالحسد قتل قابيل أخاه هابيل ولا تكن حريصا فإنني بالحرص أخرجت آدم من الجنة يالله يعني خطر يعني النتائج تحت ثلاثة ديال الذنوب والذي كان يسميها ثلاثة ديال الذنوب الكبر والحسد والحرص هم أصول الشر كلها لأن حتى الكبر حتى الكفر والشرك هو بسبب هذا حتى اللي شركوا كفر هو بسبب هذه الأمراض هي التي تؤدي إلى هذه فهي أصول الشر والحرص يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحرص الله يستري يا رب إياكم والحرص فإن ناس إذا باتوا حرصين وازمعون سيسفكون الدم ويستحلون الفروش والعياذ بالله الحرص هو الذي يجعل الناس يستفكون شوه الحرص تعالى أن الدنيا كما هو ظاهر الآن في واقع دنيا الناس كفاء أن دولا تجهز جوشا وتسفك الدماء وتقتل وتعبث وتستعمر وتخرب وتخرب المقدس من أجل الاستلاء على أموال الناس من أجل الاستلاء على خيرات الناس من أجل استعباد الناس والعياذ بالله الحرص ما معنى حارس ما معنى يكون الإنسان حارس ما معنى حارس هاي وحارس حارس على أموال هال الدنيا مزيرة فيكون شحيحا يعني القلب ديالي وكيكون وعياذ بالله ملي بحب الدنيا إذن فالحرص سببه حب الدنيا حب الدنيا ولذلك سينسدنا أبو بكر كيقول في شعاره يحرص على من اللي مزيد هال الدين يحرص على الموت توهم لك الحياة يحرص على الدين تأتيك الدنيا يحرص على الطاعة يبتعد عنك الشيطان يحرص على ما ينفعك أنا بيقولي يحرص على ما ينفعك ولا تعجز شوف الحاجة اللي تنفعك في الدنيا والآخر يحرص على هذي كي اللي تزير يا زير عن الصلاة في وقت احرص على وقت الصلاة فلا تفوتك احرص على أن يكون صيامك صحيحا فلا تفسده به المعاصي احرص على زكاتك أن تخرجها في الوقت احرص على حجك أن تؤديه متى توفرت لك القدرة احرص على برك لوالديك فلا تعقهما احرص على أن تبتعد على الأمك التي تؤدي بك إلى المعاصي هذا حرص ديال الدين هذا هو وزين ما تفيعوش احرص عليه لكن الدنيا ينبغي أن تكون في يدك لا في قلبك وإذا كانت في يدك استعملتها فيما يرضي ربك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح في يدي الرجل الصالح فنسأل الله تبارك وتعالى سبحانه عز وجل أن يبعد عننا هذا المرض والإنسان يتربى تحرير هذه النفس من الشح والحرص باش باش باليقين في الله والعلم بمآل هذه الدنيا مآلها واسمهم مآلها هيارك شفت بشير المرحى فنسأل الله العفو والعافي شكرا